أنا متفائل جدا برضو بشادي زي ما أنا متفائل الحقيقة بمارسيل كولر مش أنا الواحد اللي متفائل بالمناسبة أنا باخد انتباعاتي من جمهور النادي الأهلي وكتابته على السوشال ميديا وعلى الفيسبوك لكن تحديدا شادي حسين قصص قصص حتى يعني إن شاء الله لو قددنا نجيب شادي في لقاء قريب هنحكي لحضراتكم أو هيحكي لحضراتكم قصص قصص بجد هتعرفوا إيه إن مجموعة اللاعبين أنا مش هتكلم عن الباقي لأن الباقي لما يتم الإعلان عنهم وفلسفة عدم الإعلان دي أنا هقولها برضو لكن خلوني أقول لحضراتكم بقي كل اللاعبين اللي جاييني النادي الأهلي أولهم شادي حسين اشتروا النادي الأهلي وعارفين نبض الجماهير في النادي الأهلي عمل إزاي لأنه خلي بال حضراتكم لأنهم اعتبروهم ناس منكم كمان لأنهم أي صفقة كان بيخش فيها النادي الأهلي لو دخل على ياسين واسليم ولادي الصغرين اللي عندهم 12 سنة أو 11 سنة كانوا فيه أندية أخرى تانية كانت هتخش وتعلي عليهم الفلوس فالناس دي أو الشباب اللي موجودة أو اللي تعاقد النادي الأهلي معاهم شاريين النادي الأهلي لأنه اتعرض عليهم حاجات تانية فشاريين البطولات شاريين الإنجازات شاريين التاريخ يعني هو وليد سليمان خلي بال حضراتكم أنتوا علمتوا جمهور النادي الأهلي علم مصر كلها أو علموا الجماهير في الأندية الأخرى كلها إزاي بموضوع وليد سليمان وليد سليمان في ظل النادي الأهلي في أسوأ كانت فترة وحشة جدا بالنسبة لنا بقى كمشجعين احنا خسرين دوري وخسرين كاس وكذا 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 ولكن احتفل جمهور النادي الأهلي بوليد سليمان وليد سليمان اللي فضل في النادي الأهلي لغاية لما بطل كورة فاحتفل النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي بوليد سليمان وطلعوا سابع سامة زي ما حضراتكم شفتوا أربع ولا ثلاثة أيام وليد سليمان ترند على التويتر وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي بسبب جمهور الأهلي مش بسبب حاجة تانية وعلى الجانب الآخر الكل بيبدي ندمه الكل بيبدي ندمه والمرة دي مش حدش هيطلع يقولك زي المطبلطية والناس دي يطلع يقولك ايه انتو بتكلام بتقولوا خلاص مش احنا اللي قولنا البعض او كل اللي طلعوا من النادي الاهلي خلال هذه الفترة وما زالوا بيلعبوا في اندهاء اخرى هنا في مصر كلهم قبدوا ندمهم وطلبوا طلبوا الرجوع للنادي الاهلي ووليد سليمان تم تكريمه بهذا الشكل على الرغم من وليد سليمان بقاله يعني قعد بقاله 10 11 12 سنة في النادي الاهلي ولكن لما تيجي تبص على الناس اللي مشيت فيهم كانوا شباب من ال وهم جوه ناشئين النادي الاهلي لغاية لما كبروا والنادي الاهلي علمهم واحترفوا وعملوا كل حاجة ورجعوا على الاهلي وكل حاجة ثم مشوا النادي الاهلي او اشتروا حاجة تانية مشترواش النادي الاهلي بعكس وليد سليمان 10 11 سنة في الفريق الاول شوفوا عمل ايه ولا 12 سنة شوفوا عمل ايه وكيف استطاع جمهور النادي الاهلي انه هو يضع وليد سليمان جوه قلب كل واحد فيهم ويضعه على قمة الهرم ما بين اللاعبين حتى وليد سليمان نفسه وليد لما تيجي تتكلم معاد بقتي يقولك انا جمهور الاهلي ده انا هعمل اي حاجة عشان يعني ابقى معاهم جد والله فحضراتكم المجموعة اللاعبين اللي جايين ان شاء الله ان شاء الله يعجبوا حضراتكم انا بتكلم على اللي من مصر يعني على المستوى الفني وكمان الروح والاخلاص والانتماء والقلب الحديد والقلب الاحمر اللي هو انا مش عايز حاجة غير النادي الاهلي انا قصة حياتي كلها بتتمحور حوالين النادي الاهلي هو ده وهو ده اللي احنا كنا محتاجينه بالمناسبة قد يكون المستوى الفني مش على دول على اي حد ممكن يكون مستوى الفني اقل ولكن الروح دايما بتخلي النادي الاهلي وهي اللي بتديك بورغ تخلي النادي الاهلي في حتة تانية فجماهير النادي الاهلي عندها حالة من الارتياح للمدير الفني الجديد وللصفقات اللي بيتم الاعلان عنها طب يقولوا لي ايه فلسفة ان انتوا ما بتعلنوش النادي الاهلي او حضراتكم احنا كقناة يعني ما بنعلنش غير لما النادي الاهلي يعلن طيب ممكن تكون فريق من برة مصر اعلن ان فلاني الفلاني جاي النادي الاهلي طيب اتعمله الكشف الطبي ولم ينجح مثلا في الكشف الطبي هيحصل ايه هيبقى بيشتغل هيلعب في الاهلي او مش هيلعب مش هيلعب في الاهلي يبقى لو احنا قلنا يبقى احنا رسميا بنقول خبر مش مظبوط وده ما ينفعش فالمصداقية هي الاساس فعندما يتم الاعلان من جانب النادي الاهلي تجد كل قنوات الرسمية الخاصة بالنادي الاهلي بيتم الاعلان من خلالها ف واحنا دايما بنشتغل بمصداقية وهو ده اللي بيخلينا دائما ننتظر الرسمي فالحمد لله جماهير النادي الاهلي عندها حالة من الارتياح للمدير الفني الجديد صحيح هو لسه ما اشتغلش ولسه ما فيش مباريات علشان نقدر نحكم عليه كان الجواب يبقى عنوانه الشكل العام سبحان الله انا نفس الحالة دي انا فكرها كواس جدا انا نفسي بقى كاسلام كنت متواجد برضو وقت التعاقد مع مستر رينيفايلر مدرسة سويسرية فمدرسة سويسرية نجحت مع النادي الاهلي نتمنى نتمنى ان كولر يسير على هذا النهج وينجح بهذا الشكل ترجمة نانسي قنقر